يعني احنا نشيئنا على ذلك وكان يعني في غاية اللطف والذاكرة لما الإنسان بيتذاكر في ملاعب الصبا والأشياء الذكريات الأولى يحصل حنين عظيم جدا إلى مثل هذا صحيح كانت أشياء بسيطة وأشياء لطيفة للغاية دقيقة جدا يعني تعتبر يعني مش بفلوس يعني أصلا لكل احنا من قطع الوراء وخيط وحاجات كده مسألة كانت بسيطة خلص للغاية ومع من فوانيس آه مسألة كانت بسيطة جدا للغاية ولا زال الناس مستمرة على ذلك في أبسط الأماكن وفي يعني أغلى الأماكن على نحو سواء يعني الزينة الأصل فيها زينة الإيمان والإنسان لما يستبشر من داخله ويفرح القرآن يقول كده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فليفرحه لما فضل الله سبحانه وتعالى الإسلام ورحمة الله تعالى القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام والنبوة الإنسان بيفرح فالفرحة دي بتعمله استبشار استبشار يعني ظهور أصارها على البشرة يا سلام من البشر الوجوه كده من البشر البشرة يقول الله تعالى لهم البشرة فالبشر والبشرة والاستبشار كل هذا دليل أن الباطن انعكس على الظاهر فحصل هنا لطف في الابتسامة تبسمك في وجه أخيك صدقة حصل عندنا معاملة حسنة كلمة طيبة حصل بهجة في إقبالك على الخلق كل ده من العوامل الإنسان فيها بيتزين القرآن يقول كده وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَةَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهِ إِلَيْكُمْ قَرَ اللَّهُ ضَرِيحَ عُمَرْ أَنَارَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا لأن سيدنا عمر في خلافته رضي الله قال لتميم الدار وهو جاي من الشام انت شفت إيه ناك قال له عندهم في دور عبادتهم قناديل يوقدونها بالزيت فبتعمل إضاءة كويسة بالليل ما كانش قبل كده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نور النبي عليه الصلاة والسلام لكن الإضاءات المادية دي مش موجودة خلاص الليل الليل والنهار نهار فلما سيدنا عمر ابتكر الفكرة دي وهو صاحب حضارة وصاحب إنارة واستنارة ما قالش مثلا ده جاي من بلاد غير بلادنا ده جاي من دين غير ديننا لا النافع لنا خدناه الإنسانية الإنسانية فالمشترك الحضارة سيدنا عمر قال والله تبقى فكرة كويسة تبقى يعمل لنا كده عمل فأضاء ذلك في رمضان فأول ما شاف الناس المساجد بتضاء مسجد حضرة النبي عليه السلام في رمضان في زمان عمر فصارت عادة عند المسلمين كل ما جاء رمضان يعملوا إيه يجددوا الإضاءة فسيدنا علي انبسط بالحكاية دي في زمانه وقال كده نور الله ضريح عمر أنار علينا مساجدنا صحيح فده ده أصل من الأصول الإنسان فبتزين الشوارع تزين الحارات تزين البيوت تزين المساجد الزينة ما تبقاش بس فيها ضرر لأحد هنفعش واحد يزين لرمضان ويتزين بالطاعة وبأسرق الكهرباء هنفعش صحيح وما ينفعش أبقى مؤذي لجاري أبقى واخد الحبل ومشوش عليه البيت والبلكنتو واللمديق تحت مسمى ولا زعم ديني لا برضو يقع بالرضا والخواطر يبقى برضو بمراعاة الناس ما نجيبش ميكروفونات فنزعج مريض ولا نزعج ولد بيزاكر ولا نزعج بنت في مقتبع العمراء لا يبقى حضرتك الزينة مباحة ممكن تبقى مندوبة يعني الأصل في أنها مباح ممكن تبقى سنة نثاب عليها نعم إذا ذكرنا الناس بالخير يبقى من باب التذكرة الظاهرة لكن والعياذ بالله تجر إلى المكروه أو إلى الحرام إذا ما حصل اعتداء